وصل اسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للعاصمة تشيكية براغ وذلك لحضور منافسات النسخة الثانية لبطولة أوروبا لفنون القتال المختلطة للهواء والتي ينظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة ولدى وصول سموه أعرب عن سعادته لما وصلت إليه رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية من مستوى فنين متطور استطاعت من خلاله أن تحقق العديد من الإنجازات في وقت قياسي بفضل الرعاية والدعم الكبيرين من لدون القيادة الرشيدة والمتابعة المتواصلة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وأضاف سموه أن الثقة كبيرة بما يمتلكه الشباب البحريني من طاقات استطاعوا من خلالها الظهور بالمستوى المشرف وتحقيق الإنجازات مؤكدا سموه أن الشباب يتميز بالإصرار والعزيمة وروح التحدي الذي كان له الأثر الطيب في تحقيق النتائج المشرفة ورفع اسم البحرين عاليا والذي أسهم في تعزيز مكانتها كدولة متطورة في القطاع الشبابي والرياضي وأعرب سموه عن سعادته بالتواجد في مختلف الأحداث والفعاليات الرياضية التي تشارك فيها مملكة البحرين ممثلة بشبابها الطموح الساعي الدائما لتحقيق المزيد من الإنجازات وتمن ينسموه التوفيق والنجاح لمقاتلي البحرين في هذه المشاركة عزيمة قوة وتحدي عنوان وضعه مقاتلي البحرين للمشاركات الخارجية وذلك بالاستعدادات المثالية لفريق خالد بن حمد للفنون القتالية لرفع اسم مملكة البحرين في المحافل الدولية فقد أنهى مقاتلي الفريق آخر الخطوات للمشاركة في بطولة أوروبا المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواء والتي يشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي لللعبة بالتعاون مع منظمة UFC بعد عبورهم بنجاح من الوزن الرسمي والفحص الطبي خلصنا الوزن الأولي لأنه يكون قبل الفايت بيوم وخلصنا كل التجهيزات من ناحية اختير القفاز والشرطات لأنه لازم يكون لفزننا حق الفايت فالحمد لله أخرنا مقاصات كل شيء كان أوكي وبالنسبة حق الفايتات باشرة يبالعش قاعد أنتظر تحدي جديد إن شاء الله بيكون باشر لي وكل هاي البطولة نفسها إن شاء الله بعوضها عن البطولة التي طافت الأخرى استعدادات البطولة كانت زينة والحمد لله الحين أخذوا الوزن استعد لحق البطولة أخر مرة كانت لي كنت ويد متضايق إنما لعبوني فهالمرة دوش بحمق مثل ما تقول فإن شاء الله نيب الميدالية الذهبية حضور جديد تسجله مملكة البحرين في هذا التجمع العالمي بأربعة مقاتلين من الفريق يشاركون في البطولة في ثلاث فئات مختلفة أبرزهم صاحب الميدالية البرونزية في النسخة الماضية المقاتل حسين عياد المشارك بوزن 56 كيلو جرام بالإضافة إلى المقاتل حمزة زريرة بوزن 61 كيلو جرام والمقاتلان عبدالله الفيز ومحمد عباس المشاركان بوزن 70 كيلو جرام البحرين عدت قاعدة جيدة واستطاعت أن تحصد أول ميدالية برونزية العام الماضي في بطولة أوروبا المفتوحة وميدالية أخرى في بطولة العالم في لاس فيغاس وأنا على يقين بأنها ستتوج بالذهب هذه المرة المدينة الذهبية عاصمة جمهورية تشيك وأكبر مدنها والتي تقع على نهر بلتافا تشتهر المدينة البالغة من العمر 12 قرنا بالأبراج لكثرتها وانتشارها فلقبت بمدينة المئة برج كما تعد أقدم المدن الأوروبية وأجملها لذلك سميت بأم المدن وقلب أوروبا باجتياز مقاتل البحرين والمتمثلين بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة يبدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة أوروبا المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهوى وذلك بمشاركة 30 دولة من مختلف أنحاء العالم حازم الشيخ لتلفزيون البحرين مدينة براغ أليتشيكيا